أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الموافقة على 153 توصية وقرار لمجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دور الإنعقاد الأول للدورة البلدية السادسة مشيدا بعمل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال الدور الأول وبين لمبارك أن أبرز التوصيات والقرارات كانت في مجال التخطيط العمراني وتصميم وصيانة الطرق واقتراحات الأنظمة والقرارات التنظيمية البلدية والخدمات والمرافق العامة والتي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات الموطنين والمقيمين وأشار المبارك إلى أن الوزارة سعت إلى توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل خدمات للموطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة مضية في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنطبها بالصورة المثلى اشتركوا في القناة